بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته تحياتي لكم متابعين الأعزاء أتمنى أن تكونوا في ألف صحة وعافية اليوم سنتناول في هذا الفيديو كما وعدناكم في الحلقة السابقة كيفية صنع شومبو طبيعي مئة بالمئة خالص وآمن وممتاز جدا لتطويل الشعر وتكثيفه وإعطائه اللمعانة والحيوية أيضا سنحضر وصفة أخرى وهي زيت طبيعي من عشبة ذيل الحصان وكنا قد تعرفنا على عشبة ذيل الحصان في الحلقة السابقة كنا قد أعددنا من خلالها هذه الخلطة اعتمادا على المكون الرئيسي وهو ذيل الحصان وكنا في طريقة الاستعمال قد أشرنا إلى أنه ولتسريع النتيجة أكثر يفضل أن نستعمل هذه الوصفة وكنا قد حضرنا في الحلقة السابقة كرام عشبة ذيل الحصان سأضع لكم رابط الفيديو لمن لم يشاهده في أسفل الفيديو في صندوق الوصف وأيضا سأضع لكم رابطه الآن على الفيديو على الدائرة البيضة طيب كنا قد أشرنا في الحلقة الماضية أنه لتسريع النتيجة أكثر يفضل أن نستعمل هذه الوصفة والكرام والزيت والشامبو تبقى لنا اليوم طريقة صنع الزيت والشامبو سوف نتعرف عليهما في هذه الحلقة بحول الله وبدون إطالة سنباشر على بركة الله في إعداد الوصفتين بداية سوف نتناول طريقة تحضير شامبو عشبة ذيل الحصان ثم الوصفة الثانية زيت عشبة ذيل الحصان أيضا وطريقة استعمالهما وبعد ذلك سنوضح طريقة استعمال كل المكونات الأربعي مع بعضها البعض سواء الخلطة أو الكريم أو الزيت أو حتى الشامبو طيب بالنسبة لوصفة شامبو ذيل الحصان أولا لابد من إحضار العشبة وهي المكون الأساسي ثم نقوم بتنقيعها في الماء المغلي ونتركها لمدة من الزمن حتى تنقع جيدا وبعدها نصف المحلول حتى نتحصل عليه بهذا الشكل كما تشاهدونه الآن أمامكم بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء ونسكب بداخله المحلول طيب بالنسبة للكمية التي استعملتها في هذه الوصفة لكمية منقوع العشبة هو راجع دائما لكثافة الشعر وطوله أنا أضفت مقدار كوب واحد وأنتم يمكنكم مضاعفة الكمية بعدها نقوم بوضع مبشور صابون عادية خالية من الإضافات والملونات والمواد الكيميائية كما يمكنكم إضافة أي نوع أو أي صابون طبيعي موجود لديكم في المنزل أما بالنسبة لمن لديهم شيب على الشعر فأنا أنصحكم بطريقتين وأنتم اختاروا الطريقة المناسبة إما نضع داخل هذا المنقوع صابونة الغار مبشورة تجدونها عند العطارين وعند مراكز الأعشاء وهي طبيعية وممتازة جدا لعلاج وإزالة الشيء وإن لم تتمكنوا من إيجاد صابونة الغار سنستعمل الطريقة الثانية وهي أن نقوم بإحضار منقوع عشبة ذيل الحصان مقدار كوب ومقدار كوب ثان من منقوع ورق الغار أو الرند كما يسمى ثم نخلط المكونين معا بعد ذلك نضيف إليهما الصابونة العادية ليس ضروري استعمال صابونة الغار فقط الصابون العادي سوف يكون مناسبا المهم أن يكون الصابون العادي غير معطر الموجود عندكم في المنزل طيب نضيف الصابونة التي قمنا بتبشيرها إلى هذا المحلول أو إلى منقوع عشبة ذيل الحصان طيب بعد ذلك نعرض هذا الوعاء إلى الحرارة الحرارة تكون هادئة إلى متوسطة مع الخلط الجيد دون توقف نباشر بعملية الخلط وشيئا فشيئا سنجد أن المحلولة بدأ يتثاقل تدريجيا إلى أن يذوب الصابون كليا بداخل المنقوع بعدها نطفئ النار ونترك المحلولة ليبرد قليلا قبل استكمال الوصفة طيب بعدها نكون قد تحصلنا على هذا الشامبو لكن بهو بحاجة إلى مكونات أخرى هنا نضيف مقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مقدار ملعقة كبيرة ثم نضيف بعد ذلك مقدار ملعقتين كبيرتين من شامبو أطفال هنا يفضل استعمال شامبو أطفال لكن إن لم يتوفر شامبو أطفال يمكن استعمال الشامبو العادي ثم نكمل عملية الخلط طيب في الأخير نكون قد تحصلنا على هذا الشامبو الطبيعي المستخلص من عشبة ذيل الحصان بالنسبة للزيت الذي أضفناه وهو زيت جوز الهند يمكنكم استعمال أي زيت مناسب للشعر عندكم سواء كان زيت الزيتون أو زيت الخروع أو زيت جوز الهند أو أي نوع آخر طيب بالنسبة لطريقة استعمال هذا الشامبو سأؤجل ذكرها إلى آخر الفيديو حتى أذكر طريقة استعمال الشامبو مع الزيت الذي سوف نحضره الآن لأن الوصفتان تتماشيان مع بعضهم البعض طيب ننتقل الآن إلى طريقة تحضير زيت عشبة ذيل الحصان أما فيما يخص الطريقة الصحيحة فهي كالتالي في الحقيقة هناك طريقتين لتحضير زيت العشبة سوف نشرحهما بالتفصيل أول طريقة هي أن نحضر كمية من عشبة ذيل الحصان قد ركفت يد كما تشاهدونها الآن ثم نضعها في برطمان من زجاج ثم بعد ذلك نضيف إلى العشبة كمية من الزيت سواء استعملنا زيت الطعام أو استعملنا زيت الزيتون أو أي نوع من الزيوت المناسبة عندكم هنا نضيف مقدار كوب من زيت الزيتون أنا هنا استعملت وفضلت استعمال زيت الزيتون بهذه الطريقة كما تشاهدونها الآن أمامكم نضعها داخل برطمان من زجاج ثم نغلق البرطمان جيدا هذا البرطمان نضعه في مكان مظلم وجاف لمدة أسبوع كامل مع التحريك بقوة أو بالأحرى رجل برطمان جيدا وبقوة وهذا يوميا حتى تتفاعل أو بالأحرى يتفاعل المكونان مع بعضهم البعض وبعد انتهاء الأسبوع سيصير هذا الزيت جاهزا للاستعمال مع ملاحظة مهمة هنا حينما نريد استعمال هذا الزيت لا نقوم بتصفيته وإنما نضعه مباشرة على الشعر لأن العشبة في السابق قد قمنا بغسلها من الأطربة والشوائب العالقة بها لذلك لا ضرورة لتصفية الزيت قبل تطبيقه على الشعر هذا فيما يخص الطريقة الأولى أما فيما يخص الطريقة الثانية وهي الطريقة الأسرع في حال أردتم الاستعجال في تحضير الزيت وهي أن يتم استعمال الحمام المائي نضع البرطمان على حمام مائي على نار هادئة جدا ونتركه لمدة ساعتين وبعدها سيصير جاهزا للاستعمال هاتين هما الطريقتان الأنسب لتحضير زيت عشبة ذيل الحصان طيب الآن وبعدما قمنا بتحضير الشومبو والزيت لم يتبقى لدينا إلا أن نتعرف على طريقة استعمالهما وتطبيقهما على الشعر طيب في الحلقة المنصرمة كنا قد تعرفنا على طريقة تحضير خلطة عشبة ذيل الحصان وأيضا عرفنا كيفية تحضير الكريم المستخرج من عشبة ذيل الحصان الآن إجمالا صارت لدينا أربع وصفات كما تشاهدونها الآن أمامكم الخلطة والكريم والزيت والشومبو طيب سأذكر الآن طرق الاستعمال إجمالا لكل الوصفات بداية نضع الخلطة على الشعر كما شرحناها في الحلقة السابقة وبعد انتهاء المدة نغسل الشعر لإزالة الخليط بمنقوع عشبة ذيل الحصان ونتركه ليجف تلقائيا لمدة قليلة بعدها وبدون استعمال الشومبو نضع هذا الكريم مباشرة على الشعر طيب وبعد انقضاء المدة والكريم على الشعر نغسله بهذا الشومبو شومبو عشبة ذيل الحصان هذا خلال النهار أو في الفترة الصباحية وفي الليل قبل النوم نضع زيت العشبة على الشعر ونبيت به إلى غاية صباح اليوم الموالي على أن تستعمل هذه الطريقة لمرتين في الأسبوع فقط قد يقول سائل أن الزيت على الشعر قبل النوم ألا يسبب غلق المسامات لفروة الرأس الإجابة هي لا الزيت مهم ومفيد جدا للشعر نضعه قبل النوم ونترك الشعر ليرتاح ويتغذى من هذا الزيت لكن بشرط هذه الوصفة تستعمل لمرتين فقط في الأسبوع وتكون المرتان اللتان نستعملهما فيهما على الشعر متباعدتان عن بعضهما البعض حتى نترك الشعر يرتاح قليلا ولا نسبب لفروة الرأس إجهادا وحتى نتحصل أيضا على نتيجة تكون أسرع طيب سؤال آخر قد يطرحه المتابعون الأفاضل هل إذا وضعنا الزيت قبل النوم هل نقوم بغسله مرة أخرى الإجابة هي لا داعي إلى ذلك لكن إذا رأيت أو إذا رأيت أن ذلك هو أمر ضروري ولا بد منه يمكن هنا تقديم الزيت على الشامبو بمعنى أننا نستعمل الوصفة ثم الكريم وبعدها الزيت وقبل النوم نغسل الشعر بهذا الشامبو طيب سؤال آخر أيضا هل يمكن أن أستعمل فقط الخلطة مع الكريم أو الشامبو مع الزيت أو الخلطة لوحدها أو الشامبو لوحده وهكذا الإجابة هي نعم يمكن ذلك نحن استعملنا كل الوصفات الأربع لتسريع النتيجة ولتطويل الشعر وتكثيفه وإضفاء اللمعاني عليه ولعلاج الشيب أيضا ويكون ذلك بوتيرة أسرع وليس بوتيرة بطيئة هذا هو الفرق لأن كل المكونات التي استعملناها في وصفة عشبة ذيل الحصان قوية جدا وممتازة ولا نظير لها لأنها تعالج الشيب وتقضي على تساقط الشعر وتغذيه وتنميه بسرعة خرافية جدا ولسوف ترون كيف أن الشعر صار يتغازر ويطول وينمو بسرعة جنونية غير متوقعة عشبة ذيل الحصان عشبة قوية جدا ستطيل الشعر لا محالة يستحيل أن لا ينمو الشعر أو لا يطول هذه الوصفة مضمونة وطبيعية أنصحكم بها إذن متابعين الأفاضل أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من وصفات اليوم لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو والضغط على زر الإعجاب لكم مني خالص التحايا دمتم أوفيا والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته